اليوم رح نحط البصل بالماي المغلية فكرة اكتر من رائعة بداية احبائي سمحولي رحب فيكن يا اهلا وسهلا فيكن اذا اول مرة بتشوفوني انا اسمي جمانا اليوم رح نعمل هيد الوصفي المميزي جدا بس اول شي خبروني حضراتكن من اي بلد عم بتشوفوا هيدا الفيديو هيدا الموضوع بيسعدني جدا وكمان اذا بعضكن ما اشتركتوا بالقناة وكنتوا جديد نزلوا لتحت لا اسفل الفيديو كبسوا اشتراك فعل الجرس وكبسوا على كلمة الكل هون عندي البصل متل ما شايفين انا اشرتهم وبشرت بتقطيعهم من النص بهيدا الشكل وعلى جنب حطيت مقلة كبير غلت في الماي ورح نزل مباشرة فوقن البصل متل ما شايفين بهيدا الطريقة انا هون استخدمت بصل كبير الحجم متل ما شايفين طريقة كتير مهمة انا بنصح الكل انهم يعملوها احباي لانه فعلا طريقة غير شكل هون متل ما شايفين بلش عند البصل يتفتح وصرت طبعا قلبه بهيدا الطريقة لحتى الميلات يلي ما تعرضوا كتير للمي الصخني انهم يتعرضوا يستوى من الميلات تانية تقريبا احنا بدنا نحطهم على النار ما يقارب العشرين دقيقة لحتى طبعا البصل كله عندي يتفتح ويستوى لقدر اشتغل في هون البصل متل ما شايفين تقريبا هون الو ربع ساعة هون عندي البصل بعد عشرين دقيقة صار جاهز نفتسم الله البصل عندي كيف كله تفتح طبيعي بده يعمل هيك بسبب تعرضوا للمي المغلية هلأ مباشرة احباي رح انتقل فيهن عجنب انطرون شوي لحتى يبردوا وبده يبلش فتح بحبات البصل بهيدا الشكل فتحهم ورقة ورقة طبعا احنا عرضنهم للماي الصخني كرميل نوصل لهيد النتيجة والبصل عندي يصير اي فرفة لحاله او الورقة تتأشر لحاله بطريقة كتير سهلة احبي اذا حبيتوا فكرة اليوم بتمنى تعملوا كتير شير لحتى يوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس وكل الناس تستفيد من هيد الفكرة المميزة جدا متل ما شايفين انا تقريبا صرت معاملة متل ما شايفين بصلتين الفرفتتن الفرفتتن او تفتيحن عن بعض كتير سهل بسبب طبعا انهم يعني شبه مستويين فبتطر عندي ورقة البصل وبقدر اني فكها بكل سهولة على جناب عندي بصلة ناعمة متل ما شايفين رح نزل عليها بقدونس رز مصري مغسل متل ما شايفين ورح نزل عليهم اللحمة استخدمت هون اللحمة الناعمة رح نزل بابريكا رح نزل الحار رح نزل كمان الفلفل الاسود واكيد الملح واكيد زيت الزيتون لحتى يعطينا نكهة لذيذة جدا رح نباشر طبعا متل ما شايفين بيخالط كل المكونات بقلب بعضا بهيدا الشكل احبا ايه متل ما شايفين طريقتن ولا اسهل من هيك والنتيجة اكتر من رائعة تابعوني للنهاية لحتى تستفيدون بعد ما خلطتوني كتير منيح رح باشر بوضع الخلطة اللي انا جهزتها داخل اوراق البصل متل ما شايفين بهيدا الطريقة طريقة ولا اسهل من هيك رح باشر ب لفة بهيدا الطريقة شفتوا شكلها كتير حلو يعني حتى منقدر انه نكتر الحشوة بالداخل متل ما شايفين كمان رح لفة بهيدا الطريقة وراح حطها ولا حبة رز رح تظهر لبرة وقت نعملهم كمان بنفس الطريقة طبعا انا عملت متل ما شفتوا كمية بصل كتير كبيرة فيكن انتو طبعا تعملوا حاجتكن منا اذا كانت عائلتكن كتير كبيرة فانا بنصحكم تعملوا كتير لانه كتير طيبين او فيكن تدخل البصل بحشوات المحاشي مع ورق العنب مع الكوسة والبتنجان فكمان بيعطوا شكل مميز بيعطوا نكهة رائعة ولذيذة جدا هون عندي تنجرة وهون اسم الله صحن ما شاء الله هيدا رح شيلوا لبعدين رح شيلوا لغير نهار بس رح باشر بيا عملان هيدا الكمية القليلة اليوم حطينا صحن صغير متل ما شايفين على جنب حطات صلصة الطماطم او صلصة البندورة ملح ورح نزل الماي ورح نخلط كتير منيح بيقلب بعض متل ما شايفين احباقي ما تنسوا تخبروني حضراتكم من اي بلد عم بتشوفوا هيدا الفيديو بسرعة نزلوا خبروني لانه هيدا الموضوع كتير بيساعدني هون بعد ما حركتهم كتير منيح وضعتهم على البصل المحشي وهيدا النتيجة متل ما شايفين تصاروا تقريبا رح يخلصوا بعد بدون شوي صغيرة وبيكونوا جهزين ما شاء الله شكلهم غير شكل وعندي اوراق البصل متل ما شايفين كلهم على بعضهم ولا ورقة بصل اللي انفتحت معي نهائيا وهون متل ما شفتوا خلصوا وهايدول اوراق البصل طالعين غير شكل شو بدي خبركن عن الرائحة الرائحة بتشقق القلب عن جد مش عن بالغ جربوها للطريقة ومش رح تندموا ابدا واذا ما حبيتوا هيدا الطريقة فيكن الدخل البصل مع المحاشي فبتطلع وبيطلع عندكن وصفة رائعة عن جد يعني فعلا وصفة بينضرب للتحية فينا كمان نلغي اللحمة نهائيا ونحشيها لورق البصل نحشيهم بالخضرة فينا نستعمل البقدونس البصل كمان الرز فكمان بتطلع عندنا وصفة رائعة فينا نلغي اللحمة نهائيا بتصير وصفة نباتية وهي طريقة تقديمي متل ما شفتوا ما شاء الله غير الشكل عن جد بتمنى احبقي تعملوا كتير شير لحتى يصل لأكبر عدد من الناس انا هلأ بدي ودعكن بحبكن كتير رح اشتقلكم للفيديو القادم بوسات كتير كبير لالكن الى اللقاء